موسيقى 325 مليار جنيه هو المبلغ المطلوب تحصيله هذا العام كضرائب عامة وعلى المبيعات من المصريين يتضمن نحو 70 مليار متأخرة ومتراكمة على مدار سنوات نظرا لانتشار ظاهرة التهرب الضريبي والخداع بعدم تقديم الإقرارات والفواتير الضريبية هذه المبالغ المطلوب تحصيلها ليست مجرد رافض لزيادة ميزانية الدولة بل هي من أهم الأصول التي يوجه ريعها لتحسين القطاعات الخدمية والحكومية وهي تفوق بعض ما تحاول مصر الحصول عليه من كروض ومساعدات لإنعاش اقتصادها القومي وخلال هذا الشهر تبدأ مصلحة الضرائب في جمع ضريبة الدخل بناء على التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الشورى المنحل في مايو الماضي والتي ترفع حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه وتقسم المواطنين الممولين إلى أربع شرائح أعلاها من تزيد دخولهم عن 250 ألفا بينما تدرس الحكومة حاليا تحويل نظام ضريبة المبيعات إلى نظام القيمة المضافة المعمول بها في معظم دول العالم الآخذة بالنظام الرأس مالي والتي تحتسب بناء على تكلفة إنتاج السلعة ومن أجل ذلك استضافت وزارة المالية وفدا من صندوق النقد الدولي منذ عدة أيام كما ترددت أنباء عن تفكير الحكومة في زيادة الضريبة المطلوبة من الشرائح الأعلى دخلاء وفي فرض ضريبة على الثروة والأملاك فهل تنجح الدولة في تحقيق أكبر منفعة ممكنة من تغيير النظام الضريبي مع دعم قيمة العدالة الاجتماعية أم أن هذه المشروعات ستؤجل حتى إشعار آخر ونجاح أي نظام ضريبي في أي من الدول مرهون بقدرة هذا النظام الضريبي على المساهمة في النمو الاقتصادي للدولة اللي هو فيها مرهون أيضا بقدرته على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي الدول وحكومتها المختلفة طول الوقت بتفكر في أفكار غير تقليدية لتوسيع التحصيل الضريبي من المواطنين للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للمساهمة في تقليل وتخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء ولتوسيع فرصة مشاركة الأثرياء في الضريبة من خلال دفعهم للضرائب وبالتالي لدينا الكثير من الأفكار غير التقليدية المطروحة مؤخرا مثل ضريبة الثروة التي اقترحها الخبير الاقتصادي حسن هيكل والتي وحسب تصوره يتم تحصلها لمرة واحدة على من تبلغ ثروتهم أكتر من 10 مليون دولار أيضا هناك تفكير وهناك حديث متواصل عن ضريبة القيمة المضافة يعني إيه ضريبة القيمة المضافة وماذا عن الضرائب الجديدة أو الشرايح الجديدة اللي كانت تم تحددها في مايو الماضي بقرارات إمتى هيتم تطبيقها وإيه الشرايح المحددة وإيه حكاية السبعين مليار جنيه اللي هي متأخرات على بعض من المواطنين لصالح مصلحة الضرائب وإزاي من الممكن تحصلهم دي الأسئلة اللي هنترحها على ضفنا المسؤول الأول عن الضرائب في مصر ورئيس مصلحة الضرائب الأستاذ ممدوح عمر مساء الخيري فاند نبتدي منين من السبعين مليار ولا من الضرائب الجديدة زي ما تحب يا حضرت طيب نبتدي من السبعين مليار لأنه الحقيقة يعني رقم مفزع إنه فيه ضرائب متأخرة ومتراكمة وصلت لسبعين مليار جنيه وإحنا الحكومات المتعاقبة في مصر بتدور على كارد حوالي خمسة مليار دولار من صندوق النقد الدولي ممكن نوفره بس من ضرائبنا على أي فترات من خلال أي فترات تم تراكم وتأخر هذه المبالغ؟ ده من عشرات السنين عشرات السنين كل رئيس مصلحة المشكلة دي بتواجهه كل ما تولى المصلحة بيبقى مبلغ المتأخرات ضخ وهو بيحاول يحصل أكبر قدر من تلك المتأخرات وده اللي احنا بنعمله ولكن هو تراكم سنوات عديدة بالإضافة اللي المبلغ ده ما هوش ثابت بنحصل منه وجزء يعني سلفت مثلا محصلين 11 مليار من المتأخرات اللي هي كانت 60 السنة دي بتزيد مع زيادة أعمالات الفحص باستمرار بيبقى فيه مدينية جديدة يبقى فيه تحصيل زايد مدينية جديدة ولكن الجزء الأكبر من هذه المدينية ده في المحاكم أساسا في المحاكم وده اللي بتحصل مزلت منظورة أمام القضاء وده بيقض عشارات سنين حضرتك لأن فيه بطء فيه عملية تقاضي وده اللي يمكن الحكومة الحالية تصدت له وفيه مشروع قانون أن يمكن الجهاز ضريبي أن يخش في المنازعات اللي أمام القضاء يجيب الأضاء دي ويبحثها من ناحية قانونية طب هي بتمشي في الأضاء العادي يعني بتاخد دورها الطبيعي طب إحنا مش عندنا حاجة اسمها المحكمة الاقتصادية واللي ربما إقاعها بيكون أسرع أنا بقول لحضرتك الحادث دلوقتي لأن ده قرار إداري بيبقى القرار ده قرار إداري بيبقى قدام القضاء الإداري الحادث حاليا أنه بيقعد فترات طويلة جدا إحنا من نتمكنش ندخل فيه هذا النزاع قانونا بنتكلم على كم سنة فترات طويلة ما أنا بقول لحضرتك ده تراكم سنوات عديدة يعني ممكن يكون يعني النزاع ممكن يستمر القدية 20 سنة نزاع قدية ما بين المصلحة وما بين المماركة زاد إن فيه ديون يعني أو المستحيل تحصلها خالص مستحيل آه لا زاد ديون اللي على المؤسسات الصحفية عليها اللي هي تبلغ حوالي 10 مليار أو 11 مليار جنيه وده لطيف جدا إن احنا نبتدي نتكلم على تفصيل هذا أو تفاصيل هذا المبلغ 70 مليار 10 مليار على المؤسسات الصحفية الرسمية دي حضرتك برضو تراكمات هي عاجزة تماما عن سداد هذا المبلغ لو اتبعت حتى مش هجيب هذا المبلغ كمان فإحنا من 2006 كان تم الاتفاق مع الوزير المالية الأسبق إن من 2006 فيه التزام من المسات الصحفية تسدد اللي عليها وده اللي حادث حاليا على قال إن وقف نزيف التراكم الديون اللي على تلك المسات لسه عدنا 60 ملياري فد آه الباقي فيه بقى حضرتك على أشخاص طبيعيين ودول كتير جدا ما بلاقيش الشخص الطبيعي اللي عليها هذه المديونية آه لذلك فيه لجان لإسقاط المديونية لو إحنا روحنا عند الممول وملقناش هذا الممول أو ملقناش ما يمكن إنه نحجز على أموال دي ملوش أموال يعني إيه ملقناش الممول ولا ملقناش حاجة ما بحضرتك دي من مثلا لو دين بقى له 20 سنة على محل بسيط بروح ملقش المحل أساسا ممكن العقار التهد أو حاجة زي كده في بعض حالة زي كده ده بالنسبة للمواد الصغية نسبة كام من 70 مليار أو من 60 تحديدا احنا عرفنا 10 على المؤسسات الصحفية الرسمية نسبة كام من 60 على مواطنين عديدين لا مش كتير يعني كام تقريبا ما يجيش خمسة مليار ما يجيش خمسة مليار طيب احنا عرفنا كده 15 مليار فيه برضو بعض المديونيات على قطاع الأعمال العام اللي فيه فيه بعض الشركات تتباعت وعليها مديونية عند الحكومة وعي كذا برضو ديون دي ملهاش تأثير على الموازنة العامة للدولة وبالتالي فقدين الأمل أن انتوا تحصلوا 70 مليار لا مش فقدين الأمل لأنا بقول حضرك ده مبلغ متحرك كائن متحرك بيزيد وبيقل بيزيد وبيقل أنا السنة دي خطتي أن حصل 14.5 مليار جنيه من تلك المتأخرات دي ديون غير متنازع عليها فدي فيه خطة على كل المؤموريات كل المؤمورية فيها كام دين على كام ممول محدد بالزبط والخطة الشهرية لتحصل تلك المديونية فدي 14 مليار ممكن يجد تاني مديونية برضو حصلة تزيد عن 14 مليار طب أعلنتوا من الحصيلة الضريبية المطلوب جمعها هذا العام في هذا العام الضريبي هتزيد حوالي 90 مليار عن العام الماضي 90 مليار زيادة السنة دي وإحنا مش عارفين نحصل 70 مليار لدينا هذه الثقة أنه ده هيحصل نفس بين حكتين حضرتك المديونية اللي هي متراكمة من السنوات السابقة ودي بتنروح بين ستين وسبعين كل سنة ودي اللي هي حكتين الحاجة الأولانية تفعيل نظام التحصيل على مستوى الجمهورية الحاجة التانية الجديد اللي اتطرح بمشروع قانون إن احنا نتدخل فيه المنازعات أمام القضاء النقدر أجيبها وعن طريق مستشار من مجلس الدولة وزملاء من المصلحة وممكن محاسب الجهة أوصل للدين الحقيقي يعني ممكن يحصل خلاف وجهة النظر ولكن أنا أشوف الخلاف الحقيقي القانوني اللي قدر حيله وقدر بيها حصلها زي المدينية ده عن السبعين ماذا عن التسعين زيادة؟ التسعين مليار حضرتك دي شكين برضو الشيق نموه طبيعي للحصيلة ده بحدود 23-25% عن العام الماضي والشيق التانية تيجي التعديلات تمت على قوانين ضريبة الدخل وضريبة الدمغة وكان مقترح أن بقى فيه تعدلات على قانون ضريبة المبعات ولكن لم تقر حتى الآن فدي الوحدها عاملة 21 مليار جنيه اللي هي تعدلات ضريبة المبعات زي التعدلات أخرى في ضريبة الدخل وضريبة الدمغة ده اللي ممكن ييجي منه التسعين مليار جنيه 325 مليار جنيه ده المفروض تحصيله في الموازنة العامة بالظبط كده سهل تحصيل هذا المبلغ احنا حصدنا العام الماضي 227 مليار جنيه بنسبة تنفيذ حوالي 97% من المخطط ودي نسبة كبيرة في ظل الظروف اللي بنعشها فطموحنا أكبر من ذلك حضرتك هتتكلمي تاني على القيمة المضافة وعلى الفواتير ده هيبقى داعم أكبر لتحصيل مزيد منها يبقى نتكلم على ضريبة القيمة المضافة الضريبة اللي يفوج بها البعض البعض سمع عنها بعض من كلام بسيطة تفاصيل بسيطة والبعض عارف عنها أكتر مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي اللي يأكدهم أنه الهدف منها هو مد وزارة المالية ومصلحة الدرايب ببعض من المساعدات الفنية لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعني إيه القيمة المضافة وعلى من ستفرد وهل هي بديل لضريبة المبيعات؟ أولاً ضريبة القيمة المضافة دا مطلب كبير جداً من المجتمع الضريب ذات نفسه يعني بالدرجة الأولى كان مطلب يعني عادنا مع جماعات المحاسبين المراجعين كان مطلب أساسي ليهم ليه إحنا ما بنتقلش إلى القيمة المضافة كمان بعض الكتاعات إتحاد الصناعات مثلا بقول ليه ما بنتقلش إلى دريبة القيمة المضافة إيه هي بقى فهم دريبة القيمة المضافة حضرتك هي قريبة من دريبة المبيعات المطبقة حالياً دريبة المبيعات المطبقة حالياً بتفرض على السلع وحوالي 17 خدمة من الأكبر خدمات بتطبيق عليها هذه الدريبة يعني إيه ضريبة قيمة المضافة؟ ضريبة قيمة مضافة معناها أن السلعة بتفرض عليها الضريبة في كافة مراحل تداولها مع خصم ما سبق سداده يعني ما خصم سداده يعني أنا مثلا هنتج موباليا الموباليا دي محتاجة خشا الخشا بي عنده استراضه من الخارج بيدفع لأنه ضريبة مبعات لما بيصنع أساس بيبقى عليه ضريبة مبعات مثلا 10% يخصم ما سبق سداده في مرحلة الفراجة الجمهوركية طب تجر المصنع هيبيع لتجر جملة هيبرده هيقوله فيها عليها 10% ضريبة مبعات ويخصم ما سبق سداده كلمة يخصم ما سبق سداده معناها هي دي القيمة المضافة بيخض على القيمة المضافة اللي تتحقق بمناسبة إنتاج السلعة من خشب إلى موباليا ثم أحصل على ضريبة القيمة المضافة عندما تتحول من المنتج الصناعي إلى تجر الجملة بيكون هناك قيمة مضافة اللي هي الرفحية بتاعة المصنع ثم من تجر التجزيع إلى المستهلك النهائي بيبقى فيه قيمة مضافة وإن كانت صغيرة بحصل على القيمة المضافة الفرق بين ضريبة المبعات وضريبة القيمة المضافة إن ضريبة المبعات حاليا أؤكد إن إحنا بنطبق فيها ضريبة القيمة المضافة بنطبق فيها القيمة المضافة؟ لأن ضربة المبيعات عالمياً تفرض على السلعة المنتجة النهائية اللي بيشتريها المستهلك وخلاص إنما إحنا بناخدها من أول مرحلة من أول زي ما شرعت لحضرتك إذا كان الخامة ثم بقت منتج صناعي أخذ عليها وأخصم ما سبق سداده ثم عند انتقال لتجري الجملة وتجري التجزاء إلى المستهلك بأخذ على القيمة المضافعة بتاعتها فأنا مش الجمهور أو السادة المسالكين مش هيحسوا فرق كبير خالص بين تطبيق ضربة المبيعات وضربة القيمة المضافعة على السلعة تمام يعني مش هيأثر في الأسعار مش هيأثر في أسعار الخدمات أو غير لأن أنا ماشي حالياً كده الخدمات إحنا 17 خدمة من أكبر الخدمات اللي احنا بتعامل فيها فبرضو إيه الخدمات الإضافية هتبقى مثلاً خدمات مهنية بس ده هرتبط بحد التسجيل يعني مهندس شهري مثلاً محامي دكتور بلغ حد التسجيل كده يعني ده الجديد دول كلهم هيبقى الجزء من منظومة القيمة المضافعة يعني هتكون مطبقة عليهم ومطبقة على اللي بيتعامل معاهم دي حضرتك مهمة جداً ضربة القيمة سمعنا كده أنه هتحل محل ضربة المبيعات ولا الاتنين هيكونوا مبوضية بالزبط لا تلغي ضربة المبيعات هتتلغي الجديد حضرتك أن ضربة القيمة المضافعة أين على المستند مش ما فيش تقدير فيها إطلاق إن إحنا نتعامل مع يبقى حد تسجيل مرتفع شوية إما يكون حد تسجيل مرتفع شوية بيبقى أنت بتعامل مع ناس مسكن دفاتر بيقدروا تطلعوا فواتير فبالتالي يبقى يسهل السيطرة على المجموعة دي بحسة أتأكد تماماً أنه كله بيطلع فواتير وأبقى شايفها لأنه إحنا وهل تأكدنا وهل ممكن أن نتأكد أنه الكل بيطلع فواتير يعني أعتقد أنه مزالت هذه المشكلة قائمة ما بين المواطن وما بين أي من مقدمي الخدمة سواء خدمة مهنية أو خدمة أو بيباله أي منتج أنا دي ثقافة حضرتك عشان تغيير الثقافة دي بتاخد وقت شوية زي الظروف برضو اللي احنا بنعيشها وحالة السوارات وكده فبتمكنش النظام الضريبي أو الجهاز الضريبي أن يبقى أكثر شدة مع المجتمع في هذا الموضوع لو أن الدريبة تركيب المضافة هتبقى بخلاف ذلك تماماً تماماً اسمح لي بس أستاذ ممضوع إحنا دلوقتي وعندنا بث مباشر من قدام النادي الأهلي الأهلي بطل دوري الأبطال الأفريقي بعد فوزه على أورلاندو بـ 2-0 أخيراً الحمد لله حاجة تفرح الجميع حاجة تفرح البلد وتفرح كل من الناس طيب والشك حالو علينا يا فان طيب ونتمنى أنه كمان الدرائب يكون خفيفة على الجميع وإحنا بنتكلم على الدرائب بنتكلم على الدرائب الجديدة اللي تم إقرارها من خلال بعض من التعديلات في مايو الماضي ولم تطبق حتى اللحظة هل هيبدأ يعني تطبيقها؟ لا هو بدأ تطبيقها فعلاً اللي تم تعديله حاجتين ضريبة الدمغة وضريبة الدخل ودي بدأ تطبيقها بالفعل طيب عشان نفتكر ضريبة الدمغة دي اللي هي كانت نزلت في الصحيفة الجريدة الرسمية وبعد 6 ساعات تم وقف العمل بها؟ لا مش دي دي واحدة تانية غير اللي كانت وقتها أصدرها الرئيس المعزور حضرتك بس سنة 2012 آخر 2012 سنة صدر ثلاث قانون قانون ضريبة الدمغة وضريبة الدخل وضريبة المبعات التلاتة دول وقف العمل بيهم زي ما حضرتك قلت تم احنا أجرينا بقى حوارات مجتمعية ومع مجتمع الأعمال بخصوص ضريبة الدخل وضريبة الدمغة وضريبة المبعات تم إكرار فعلاً تعديلات ضريبة الدخل والدمغة ولا ما تم إكرار تعديلات ضريبة المبعات فالوقت شغال اتعدلت ضريبة الدخل وتعدلت ضريبة الدمغة طيب ضريبة المبيعات اللي تم اقرارها وبعد كده تم المبيعات ما تمش اقرارها الدمغة الدمغة وضريبة الدخل تمام دي تم اقرارها بالزبط ولم تفعل لا فعلت شغالها طيب أي وحدة اللي كان المبعات صدرت في 2012 بالزبط اوكف العمل بها احنا عملنا التعديل بس مامشيش لها لغاية دلوقتي موقوف العمل بها لم يتم تفعلها هل من المنتظر تفعلها قريبا؟ والله احنا بنفكر زي ما حضرتك قلت بالزبط ان احنا نطبق ضريبة القيمة المضافة عشان تقدي كمان عن مشاكل اللي احنا منواجهها في تطبيق ضريبة المبيعات نيجي بقى للضرائب الجديدة اللي تم اقرارها في مايو وضرائب الدخل تحديدا احنا عندنا حوالي خمس شرايح الشريحة الاولى فلنبدأ به معفية معفية اول شرايحة خمس تلاف جنيه معفية دي بيضاف لها بالنسبة للموظفين سبع ألاف جنيه يبقى اتناشر ألف جنيه اللي بيحصل على الموظف معفية خالص من الدرائب اتناشر ألف جنيه في السنة في السنة معنى كده انه اللي اجروا ألف جنيه في الشهر مايدفعش حاجة خالص من الموظفين نعم سواء قطاع عام قاس اي حاجة تمام وبالتالي الموظفين في الدولة معفيين بس بتأكيد مش كلهم مش كلهم تحت ألف اللي بيحصل أقل من ألف جنيه لحد ألف جنيه مش هيدي في حاجة هل كان في حكمة كان في فكرة معينة من تحديد هذه الفئة عشان حقاك للحق ان التعديل تم في 2012 ما كانش متضمنة سبعة تلاف جنيه الجديدة هي زادت كانت خمس اي كانت أربعة أسف زادت تلاتة بقت سبعة فده كان مبادرة من الحكومة عشان محدود الدخل كان التعديلات الأخيرة دي نحازت شوية لمحدود الدخل طب ايه المبلغ اللي هتتحملوا الدولة بوام وزنتها نتيجة لتحملها هذا العبء او هذا الاعفاء والله تحسب حوالي 12 مليار جنيه 12 مليار جنيه شايفين انه هيتم تعودهم بأشكال مختلفة بالضبط من الخط من الفئة الأعلى بق ما حضرتك الشرعة بقت ازاي 5000 جنيه تفقنا نمع فيها بالاضافة للسبعة اكتر بقى من الخمسة دي وحتى 30 ألف جنيه بقت 10% من خمسة لـ 30 ألف جنيه في الشهر 10% بس بالضبط فدي برضو منحازة إلى معدود الدخل اللي يحصل لحد 30 يبقى 10% بس من 30 لـ 45 15% من 45 حتى 250 20% أكتر بقى من 250 ألف جنيه 25% فأنا كده باخد من اللي هو أكتر من 250 ألف خمسة زيادة عن ما كان مكرر قبل كده كان أقصى فيها 20 فدي تعود نسبياً اللي بنيديه ميزة للصغير من 250 ألف فيما أعلى 30% 25% طيب ده البعض بيراه أنه يعني غير عادل وأنه من الممكن أن يكون هناك شريحة أخرى ربما تجمع من يحصلون أكتر من مليون مليون ونصف اتنين خلال السنة عدم ضمهم مع من يحصلون 250 ألف في السنة بصة حضرتك إحنا يعني كل دولة في العالم بيبقى فيه لمت بتقف عنده ما فيش وإلا هيبقى فيه 25 30 35 40 وكذا دي من ناحية ناحية كله بيحط لمت يعني يا 25 يا 30 وبيقف عند كذا وفي ناس ما تحطش لمت فيه ناس بياخد ضرائب 40 و50% بيبتدي أكتر تحت بيبتدي من 20 بيزودها من الشريحة الأولى بيبتديش من 10 على كل حال يعني الحكومة الحالية شايفة إن إحنا لو تدرجنا في الضريبة أكتر من كده في الوقت الحالي هيحصل انكماش في السوق وإحنا عايزين ننشط الاقتصاد أكتر ونسي الشغل أكتر تنتج أكتر تبيع أكتر فبالتالي الضريبة هتزيد لو النشاط بعمومه زاد فالحركة البيع والشيرة هي اللي بتولد ضريبة ما بعد وبتولد في نفس الوقت أرباح يتحصل على الضريبة مركز المعلومات المجلس الوزراء كشف مؤخرا أنه متوسط انفاق الأسرة المصرية شهريا 1265 جنيه يعني 15180 جنيه سنويا وفي تقديرات رسمية بتؤكد أنه متوسط انفاق الأسرة متوسطة هو 50 جنيه وميا على الطعام والشراب يعني حوالي 18 ألف جنيه سنويا يعني كيف ترى هذه الأرقام خاصة أنه عندنا الشريحة الأولى هتطبق عليها الدرائب تراوح دخلها ما بين 12 ألف ل 37 ألف اللي هي الشريحة اللي هي بعد الخمسة لحتى 30 ألف هيبق عليها عشف المياه ده ده أنا خفضنا حضرتك الوعاء ده كان 15 كان فيه لحد 20 بس 10 أكتر من يعني من 20 ل 30 ده كان 15 بس الوضع مع ازدياد الأسعار يعني بالحكاة الأسرة المصرية في الشريحة دي بتكفي احتياجاتها أولا أولا ده كانت موضرة من حكومة الحكاة اللي هي 3000 جنيه زيادة وبالتالي وصل الإعفاء 12 ألف جنيه ده ظل ظروف الدولة فيها محتاجة فيها موارد يعني ده لقوا لحد الأقصى اللي يدوح حاليا قاد يكون ده تفكير في المراحل القادمة ولكن أنا حب أأكد أن الضريبة في الآخرة دي بترجع للمواطن ذات نفسه برد مرة أخرى حتى في الدستير كلها يقول الدرائب واجب وطني لأن كل دول العالم تعتمد على الدرائب في توفير خدمات بشكل أو بآخر للشعب يعني إحنا بناخد دعم سواء في الطاقة دعم في المواد التنمونية دعم في كتير جدا طرق ومستشفات وحاجات زي كده أو مدارس كل ده بيتم من أموال الدرائب حضرتك يعني برضو ما ننساش خالص أن المواطن في الآخر حتى لو دفع جزء بسيط من الدرائب فهو بيعود عليه بشكل أو بآخر بشكل سلع أو خدمات الشيء المهم جدا هو فكرة الثقة يعني الثقة لدى المواطن أنه ما ستدفعه من الدرائب ستعود عليك بخدمات بأمور توفرها ليك البلد من طرق مواصلات مستشفيات تعليم واهتمام بكل تفاصيل الحياة حتى الهواء يعني وقدرتنا على أنه يكون فيه أمور محافظة على البيئة يعني كل تفاصيل الحياة هيتم الاهتمام بها من خلال حصيلة الدرائب ولكن الثقة للأسف شديد التي فقدت خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ظاهرة التهرب الضريبي اللي أدى في النهاية أنه يكون لدينا ديون متركمة ومتأخرات حوالي 70 مليار جنيه على بعض من المؤسسات على بعض من المواطنين والأفراد لمصلحة الدرائب وبالتالي للدولة مزيد من التفاصيل حول كيف تفكر مصلحة الدرائب والحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدرائب بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة